السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله كيف حالكم كانت منكم كيف دائما بخير وعلى خير وصحة جيدة وكل أحبابكم والغنية على قنقكم كذلك يا رب محبابكم معايا فيديو جديد ودائما على قناتكم أم عبدالله فاتي فيديوه إن شاء الله هو واحد نوع من المعسلات هو شرقي يعني ما عندوش علاقة بمعسلات دين المغربية شرقي مئة بالمئة لكن روعة 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 وخيال ما ضغطيالها يعني شي حاجة لديدة غتجربوها باش تعرفوها على شكان هذا هدي مدون إن شاء الله بالمقاضي اللي غنحتاجوا أول شيء للقشطة القشطة فاتي حضرتها معاكم في فيديو هو موجود على القناة اللي بغي يشوفها يشوف الفيديو فعدي يلقاه في القناة كنحتاجوا للقشطة كما كتشوفوا معايا كنحتاجوا لها الحديب والدقيق وكنحتاجوا لها قلب ديال الخبز يعني البابة ديال الخبز وكنحتاجوا لها الزبدة وكنحتاجوا لها مسكة الحرة وكنحتاجوا لها ماء الظهر وكيف كتشوفهم عايا غادي نصب ثلاثة دي الكؤوس دي الحليب وغادي نضيف لهم أربع ملاعق دي الدقيق لغا نحركهم هما باردين مع بعضهم وغادي نضيف عليهم من بعض إن شاء الله بالعالمين قلب الخبز من غادي نولع النار أو غادي نشعل النار يعني هادي نشعل تحت منهم أهم شيء هو نخلطه الدقيق والحليب هما باردين هادي يتذكروها لأنه لخلطوا الدقيق والحليب وفوق النار غادي يتعجنوا وغادي كل شيء يخسر لنا لذي من خلطهم هما باردين هادي أهم حاجة في القشطة ومنين نولعو النار تكون هادئة جدا هادئة جدا القشطة نقولي كمرها روعة أنا يعني مني جربتها مشي هنا أكيد في بلادي مني ما كنتش في بلادي كنت في يعني بلادي في الشرق وجربتها فرائعة جدا جدا وتعلمتها على أصولها وتعلمت عدة وصفات كتير اللي إن شاء الله نحطها لكم في القناة شرقية يعني مختلف البلدين فإن شاء الله بالعالمين غادي نحط لكم كل وصفات شوية بشوية إن شاء الله مع دعمكم تشجيعكم غا تلقاوا القناة إن شاء الله كتكبر والوصفات كتكتب فمرحبا بيكم دائما كيف كتشوفو هناك هنستمرو في تحريك الخبز حتى كي ذاك الخبز كيدوب عندنا كيتحلل وكيدوب وكيقول لي هو ذاك الحليب وطقيق خاترين مع بعضهم كنضيفو ذاك الزبدة ديالنا هي ملعقة كبيرة دي الزبدة أنا بغتعرفو المقادم مضبوطة غادي تمشيوا للفيديو ديال القشطة وغتعرفو المقادم مضبوطة كنضيفو الزبدة وكنضيفو المسكة الحراء أو المستيكة كيف كيقولو لها مضبوطة معا إما معا قليل من السكر إما بلاش تقوها بوحدها أو تحنوها بوحدها وغنضيفو في الأخير ماء الزهر هو آخر شيء بعد ما ندوبنا الزبدة وتنتاجم هيو ذاك المسكة الحرة معا الحليب والخبز والطقيق اللي عندنا الخليط تسميته القشطة بهالطريقة كنستغناء وعلى أننا نشيو القشطة من البر خاصة هنا في المغرب عندنا القشطة غير موجودة القشطة هات الشرقية غير موجودة عندنا عندنا القشطة كتختلف عنها بكثير وهنا غادي ندوزو دبا باش نبدأ ونديرو زنود الست هاد البريوات أو هاد السيغار سميتهم زنود الست يما كتشفوا معايا عندي الورقة ديالي اللي إن شاء الله غادي نقدمها لكم وغاني صورت لها فيديو غا نقدمها لكم ورقة ديالي اللي جات رائعة جدا كيف كتشوفو وغادي بدنعمرها معاكم بالقشطة اللي حطيتها أكيد من بعد ما كملات حتى دفات شي شوية وغطيتها بورق ماشي بورق بس بلاستيك غدائي ودخلتها للتلاجة تبدأت وهنا غادي نبدأ نعمر بها الورقة ديالي الإشارة فقط بنسبة لتنود الست كان فضل درجوش ديال الورقات ديال البصطيلة أنا الورقة هنا عندي صغيرة درجوش فوق بعضهم لكن ممكن نديرو أنتوما جود ديال الشريطة اللي كانت الورقة من دوك الكباب اللي كيتبعو في الصنقة فقط هدا للشرح هنا غادي نعمر داك القشطة ديالي في البوش وغادي نبدأ نعمر الورقة ديالي ديال البصطيلة شوفوا الكمية اللي غا نحط تبعا مشي تكون كتيرا باش ما تخش لنا من الورقة ديالنا وكنتني الورقة ديالي بطريقة اللي مضحة معاكم في الصورة كانتمنى تكون واضح لكم الطريقة جيدة بحالكي كانتني وقي سيجار عادي الورقة ديالنا للإشارة ردهنتهم بالزبدة قبل ما نبدأ الشغل ردهنتهم بالزبدة كلهم مع بعضهم فقط للإشارة لازم الورقة تكون دهونة بالزبدة يعني ورقة فوق من ورقة دازم ندهنهم بالزبدة بجوجهم عاد نحطهم فوق بعضهم وكنت نسدو بشوية ديال دقيق قول ما كيف ما كتشوفوا معايا ومكملين بهات الطريقة احنا رزبت لكم شي شوية باش نخفف عليكم الفيديو باش ما يجيش طويل كيف كتشوفوكا نحط جوجت الورقات وغدي نجفر معاكم بورقة واحدة وغاتشوفوا غتجي رقيقة وغاتجي يعني مفضل يكونو زوج ليه لان القشطة ممكن ممكن تخرج لكم الورقة لا سمح الله تقطعت الورقة أو تطرت أي شيء في القلي يعني من الأحسن جوجت ديال الورقات المعنى الورقة بحال هذي عنا رقيقة بزير وشفافة فاجو دي الورقات مزياني هده زنود الست انا متأكدة لجربتهم والله والله معمركم ما تستغنوا عليهم غتقوضي مديرهم لانهم رائعين رائعين جدا عندهم واحد المضاق خرافي والله ما كتزيدش في الكلام هذا الواقع عندهم مضاق خرافي رائعين بعدها كان حماق عليهم كان حماق عليهم ومستمرين بكملين كيف كنتشوفوا معايا في السور لا ما عندكم شبوش يمكن لكم تضيفو القشطة غير بملعقة عادي فهد الوقت اللي احنا خدامين كان نكون ضيجة من قبل وجدنا القطر القطر اللي حكيت معاكم انه نفس الكمية دي السكر نفس الكمية دي الماء مع عصرة حامد ومع ماء زهر في آخر المطاف تنقرب ونطفير عليه يعني قبل دقيقة أو زوج تنقرب ونطفير ونضيفو ماء زهر هذا هو القطر وهذه هي طريقته وناجحة مليون في المائة مكملين كيف ما كنتشوفو هنا دفس معاكم هي ورقة واحدة كيتشوفو فيها أنا اللي الورقة عندي بزيانة رهاجتني ناجحة وتقلات من زيانة وكل شيء ولكن نعود نقول لكم يفضل ورقتين يفضل ورقتين يعني جوج دي اللفات ممكن دي بتا ثلاثة لكن كنفضل غايزوج زوج مزيانين كنت غادي نحط لكم فيديو دي الورقة البسطيلة في الأول لكن فضلت نحط لكم النتيجة دي الورقة البسطيلة عاد نحط لكم الورقة بشتوفوا النتيجة دي لها كيف دايرة عادش نحط لكم إن شاء الله الورقة دي البسطيلة إن شاء الله انتظروني بتحليات أخرى كتيرة بالقشطة كيف ما وعدتكم من قبل القشطة مفيدة وصحية وجيدة جداً في رمضان كيف ما كتشوفوا هنا كمنا البريوات دي لسيقار دي ومنا زنود الست سميتهم زنود الست حفظوها سميتهم زنود الست كمناهم غادي ندوزوا إن شاء الله دابة باش نوجدوا لهم الزيت ساخن باش ننقلوهم الزيت دينا هنا غان أعطيكم واحد الفكرة اللي إنتمنى؟ ب那么 كم زيونا زياد فيه شوية دي الفانيليا باش مني نكون نقلي الدار ديالي تبقى من السماء بريحتة الفانيليا يعني نقلي أيشما قليد تبقى الدار نسماء بريحتة الفانيليا و كذلك هذوك البريوات ديكشة اللي غان نقلي كلو ريجي فيدا من ضاقت الفانيليا فهو واحد الحاجة اللي هي رائعة جداً كنتمنى هدي الحيلة تفيدكم حيلة رائعة جداً صدقوني وهنا عندي القطر ديالي اللي كتشوفوا موجدة وحطة على جنب باش كيف مما تقليوا لازم نطفيهم في القطر نقليهم وكنهزوهم بصفية وكنلحوهم في القطر يعني نقليهم مجرد ما نهزوهم المقلات نحطوهم في القطر رائعين ما كان شكرش لكم حاجتي رائع قيمة في الروعة شوفوا رائع ديالي نقليهم هتشوفوا معي النتيجة ديال الورقة في القليان كيفاش غادي تجي تجي رائع رائع مقرمشة يعني تلاقي كل شي المعسلات ولا اي شي بغيتوا تديروا بهد الورقة رائع ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى ديالها ومبعد ما كيتحمر من ذاك الجهة كنقلبوا على الجهة الخرا إلا كنتوا دفتوا الزيت عالية وكتيرة فغادي تحمر لكم من جوجد شيهات مالي كان الزيت غير يعني بحل كديرة أنا ومسط هيتحمر من جهة وغنقلبوهم على الجهة الأخرى وكنت فيهم هنا كنبدوك اللحوم في ذاك القطر ديالي والمفضل يكون شوية كتير القطر باش يتلاحوا يعني يتغمسوا فيه أنا هنا درت كمية ماشي كتيرة لأنهم مخصوم يتكالوا يعني مخصوم شي باتوا لأنه فيهم القشطة من الأفضل يتكالوا في نفس اليوم يعني يداروا يتكالوا طريين وطازجين من الأفضل ومكملين حتى غن نكملهم كاملين في القلي وغنخليوهم من اللحوم في القطر نخليوهم مدة دقيقة أو زوج في القطر ومن الأفضل يكونوا مغمسين باش يشربوا القطر مزيان مزيان وعادة غدي نهزوهم مغنصف فيهم موالوا عنهزوهم عنحطهم نيشان لأن القطر خفيف يعني ما كيلسقش بزاف من الأفضل يبقوا كيف ما هما فلما نصف فيهم نحطهم في صحن التقديم مباشرة والتزيين كيبقى اختياري أنا اختاريت نزيينهم بالفستق الحلبي أو أول بستاج كما كنسميوه وشوية دي اللوز على فكرة يمكن لكم الحشوة لما بغيتوش تديروا بالقشطة يمكن لكم تحشيوه بالمهلبية مثلا بأشياء يعني حشوات اللي الشرقية ما كنتكلمش عن حشوات ديولنا حشوات ديولنا ماذا ان شاء الله هنديروا مع بعضنا ليسيقار بحشوات مغربية ان شاء الله بالعالمين عندي صراحة في المرتبة الأولى عندي كان حب حلوة الجبن ومرتبة الثانية الزنود الست الزنود الست رائعين 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 جدا وخصوصا مني تنديمه في البيت بيدية كيجيوه أروع من الشارع أو أروع مني كيتباعه في المحلات على فكرة بحالة الحلوية كيتباعه في المحلات اللي هم رائعين جدا ويعني تمانوا من سعرهم غالي مو موجودينش أصلا عندنا في المغرب هم موجودين فقط في الشرق كيف كتشوفوه هنا ايام بعدما دوزتهم مزيان في القطر حطيتهم صحن التقديم وزينتهم بالفستق الحلبي وبشوية دي اللوز اللي يمضقوق كانت مننا يعجبوكم جربوهم أما مشي كي يعجبو كي حمقو والله يطعمهم خيال رائع أم عبد الله ما كتقولش شي حاجة لما كانت شعلموا ضوقوهم وضعوا لي الخباب غير ضوقوهم وضعوا لي الخباب يعجبوكم بزفزف خصوصا بعد الإفطار في الممضان يعني رائعين بالنسبة للناس اللي عدل تحقوا بالقناة كان قوليهم متنساوش تغطي على زر الجرس بس وصلكم دائما الجديد وبالنسبة للناس الأوفياء كان قوليهم شكرا جزيلا لكم على تقتكم أم عبد الله وقناتكم أم عبد الله فاتي شكرا لجميع نقول لكم نحبكم في الله دائما وأبدا ونقول لكم اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين شكرا لكم الله حسن تتابع وإلى فيديو قادم إن شاء الله وما تنساوش ديرو زنود الست ديرو زنود الست إلى اللقاء شكرا لكم